وذكر حجاج نيسابور خبر خروج الحسين بن طاهر عنها في مرحلة ضعف الدولة الطاهرية في خراسان دخل قائد عسكري يدعى منصور بن شركب بقواته إلى نيسابور مدعيا الولاء للطاهريين لكنه سرعان ما تمرد عليهم وأخرج أمير خراسان الحسين بن طاهر عن نيسابور وتملكها وأمن أهلها مقابل إعطائه ثلث أموالهم ترجمة نانسي قنقر